حول هذا الموضوع ينضم إلينا من جدة خالد أبو إبراهيم خبير تقنيات المعلومات أهلاً وسهلاً بك أستاذ خالد معنا بداية ما المشكلة؟ كيف تمت عملية الاختراق؟ الجامعة صرحت أنه لا يوجد لديها مشكلة في نظام الحماية أهلاً أخت نفلة وأهلاً بمتابعي الإخبارية أهلاً بك في البداية لابد أننا نتكلم عن أخلاقيات المهنة في بداية الموضوع وهذا علم بحد ذاته جمع حسب المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم الاختراق كان سببه أنه حصل الطالب على معلومات مسربة من أحد المواقع واستخدم بعض الأدوات للاختراق أو الوصول لصلاحية معينة ولكن عادة يعني عندنا عدة تساؤلات في هذا الموضوع نعم بيعمل مثلاً البنتريشن تيستينغ اللي بنقول عليه اختبار الاختراق على جميع الأنظمة والأبليكيشن الموجود للجامعة للعبث في هذا الموضوع الطالب يعني إحنا ما بنتكلم مثلاً أو إني بقول مسمى متداول عندنا في تقنية المعلومات الطالب ما أعتقد أنه وصل لمرحلة الهكر وعادة إحنا عندنا مصطلح الهكر بنفهمه بمفهوم آخر غير أخلاقي لا الهكر كمصطلح علمي أنه أعلى مراتب التقنية نعم إحنا يوم ما بنجي نقول مثلاً مختص شبكات يعني مختص في الشبكات عارف في الأنظمة التشغيلية بيعمل يوزرات المبرمج بنعرف أنه بيتعامل مع الأكواد مبرمج بيحقق الفكرة الهكر يجمع بين هذا كله الطالب هذا ما أعتقد أنه وصل لهذه المرحلة عشان يوصل هكر